ليش تدعو الناس إلى زيارة المقابر؟ أنت تقول؟ أي ولك تصريح؟ وتدعو الناس به إلى زيارة المقابر؟ لا يعني شوف ليش هاي الزيارة؟ شبه السبب؟ أنا مو هذا الموضوع زيارة المقابر الحقيقة تبسوال في الدكان مختلفة؟ لا طبعا بالعكس أنا أحب هاي أسئلة أنا والدي اللي قلت لك ارتباطي بي فدائما أنا باستمرار أزور والدي ففي اللي أدعو مثلا شنو؟ أدعو يعني أولادي أنه يزورون جتهم أدعو أقاربي أن يزورون عمامنا يعني أنا أعتقد شيء زيارة القبر مو هي عبادة أو كذا لا بس أنا أحس الإنسان مجرد يدخل للمقبرة يسترجع حياته كاملة وبعدين يأخذ تجربة يشوف يقول لك وين كل هذا الطمع ما للناس وهذا ريده وهذا إلي وهذا مالتك وهذا دوري وهذا أخذ دوري تالي متالك أنت تحت الأرض بينك وبين نفسك يعني الإنسان أكيدك وبين نفسك هذا حوار ذاتي تخاف من الموت؟ تخاف من نهايتك؟ لا ليه تدري ليش؟ لأنه أنت من تنص توصل إلى مرحلة تكون أنت مقتنعة أنا مو بريعان شبابي حتى أقول والله بعد قد لا أنت تعرف هذا الشيء هو حق لا بد منه بس هذا الحق يعني أنت تتمنى يجي مو تخاف تتمنى يجي وإنت محقق العائلتك كل واحد في مكان ويترحموا لك وبعدين أنت تعلمهم أنه كيف ممكن أنت بعد حتى الورث يعني هذا اللي أنا سويته حتى كل واحد شنو ياخذ حتى من نوقع مثل يعني اللي وقعنا به أو اللي وقع به الآخرين مثل هذا المسلسل دائماً للإنسان يحدد أولاده هذا إليك هذا إليه بعده أمر طويل